السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النار. ده هنعمل سور متحركة لصورة ليك. تمام؟ ده موقع مجاني open source على الهاجينج فيس يعني بعد فترة هتلاقيه اتنقل موقع مستقل. طيب هقول له ان انا عايز ارفع صورة ليه. وممكن ترفع صورة يبدأ ياخد منها الرفرنس بتاعتها. يعني صورة كورتصورة مثلا ياخد الشكل بتاعها. لكن ده اوبشان مش يكباري. طيب خلينا نقول له مثلا اه اعز صورة كده معينة. اختاروا معي الصورة. وليكم مثلا اختار الصورة دي ات او دي اي صورة. طيب خلينا نختار الصورة دي ات. هو بقى بيفع صورة وبيبدأ انه يحللها. وبعد ذلك بيقول لك البرومت لو انت عايز تكتب برومت معين. او ممكن تختار style من هنا. هتلاقي في style كتر قوي. مثلا بلوتر كارل بليون وهكذا. وبعد ذلك تقول له اكتب بقى اللي انت عايز بنا. لو انت عايز تقول له مثلا عايز بادلة جنتلمان او عايز بادلة او اي حاجة انت عايز تكتبها. من في شيء مشكلة خالص. ده ان اختياري. لو في بادلة معينة تقدر تدهله فهو يلبسك البادلة او عامة معينة انت عايزها يلبسك العامة. هنا هي الخطوات بتيجي. طبعا مجاني فلو ما عجبتكش هذه الصورة تقدر تعمل واحدة واثنين وثلاثة مجاني من في شيء مشكلة خالص. وهنا بيشوح لكالطريقة احنا عملها في هذه فبش مستهلة. اي الصور هي بدأت تظهر هي. بالشكل اوي بس عديها يعني او طبعا بيعدل فيها تمام فهو لو انا ربيط شعر هبقى في الشكل دوت والبادلة والحاجات دي. طيب خلينا اعمل لها دول لوت. لو بيش عجبتك اعمل مرة تانية وثالثة وربعة. واكتبه لانت عايزه ما فيش مشكلة. تمام هعمل له دول لوت. كده انا حصلت على صورة لية. ماشي بالشكل اللي انا عايزه. ممكن اقول له انا عايز صورة تانية مثلا بالشكل ده. وبتقول له بعمل الصورة فابده اعمل له. طيب تعال بقى نروح للموقع دوت. استيبو الفيديو. طبعا استيبو الديفيشان مهتمد على الزكاية الصناعي وممكن تستطبه عندك على الجهاز. يعني ده او الصورة تستطبه عندك على الجهاز. وهتديلو الصورة اللي احنا عملناها. ويبدو بقى هو بقى يعمل بديها الحركة. فبيقول لي بقى عايز تعمل الكاميرا تبقى لوجد ولا اشيك ولا تعمل زوم على الحاجة. تبدو تختار ايه الحاجات اللي انت عايزها. ممكن تختار اوربيت ممكن تختار بيان زي ما انت عايز. وبقى ديكات تقول له شنا ريت. يبدو بقى يدرس الصورة بتاحتك وصورة الخلفية وخلي فين حركة وخلي فين حركة عشان ينتج لك الفيديو. وبيديك اتنين. ليه بيديك يعني هو بيقول لك انا واحدة فيهم اللي انت عايزها. بتصوت انا واحدة فيهم الافضل. عندما هو بيعمل الصورة او بيعمل فيديو في الخلفية بيبدو يقول لك ايه شارك معنا في انا الافضل. فانت ممكن تعمل تصويت لو حاجة فيهم عجبك. بحيس ان انت بساعد في تطوير الموقع. ده الفيديو اللي طلع اهو فيديو اربعة سبعيني. اعمل حركة بسيطة. تمام? طبعا ممكن تقول له بقى انا عايز اخلي في حركة مثلا في الخلفية. انا ما اخترتش اي حركات كتيرة يعني. فانت ممكن تختار صورة تانية وتعمل لها حركات. طيب لو رجعنا هنا فاكرين ان انا انا قلت له اعمل لي السبرينج فيستيفل. جاب لي الصورة ديت وانا هندي. فانا ممكن اسايفها وابرضو اوديها للموقع اللي هناك. واختار المرة دي كزا حركة. ونشوفها النتيجة يبعمل ازاي. فاجي هنا في ستيبو الفيديو. واقول له ان انا عايز ارفع الصورة. هيبدأ بيقول لي شوف الاختارات اللي انت عايزها. فانا ممكن اقول له ان اعايز اروبيت. عايز مسلا الكامير كونت سابتة. عايز انت بس اندوم. زي ما انت عايز. الحركة اللي انت عايز تبدأ ان انت تختارها. تمام وفي حاجات ادفانسد. لو انت عايز تتعدل في حاجة معينة. تمام وقعد كل مرة بيخصي منك نقط. فاتزر معي الصورة بالشكل ده. بدأ يغير خلفية هي. خليها تحرك.